هل يمكن يعني عفوا ليس هل يمكن هل ما يقول بعض المعلقون الأجانب وأن هذه الحكومات المتتالية جعلت تونس تتفادى الحرب الأهلية هل صحيح أن كانت هناك نواقيس حرب في تونس؟ كانت نعم كانت لشكل هناك قوى مضادة للثورة استغلت ما حصل من نوع من الفوضى من انتقال البلد كان يحكم بالرعب البلد كان عبارة عن ثكنة يديرها بوليس هرب البوليس وسقطت ثكنة وانطلق الشعب التونسي يمارس حريته بدون حدود بدون ضبابط ولذلك لم يكن عجبا نحن مناش منطلعين يعني مناش ناس لا يصدق علينا ما يصدق على غيرنا نرى الثورات مجاورة نرى نرى في حالة محرب أهلية ولا فوضى شاملة فالتونسيون ليش ما يقعش فيهم هذا ولذلك ما تحقق في تونس نجاح أن تونس انقذت من حالة من مصير مشابه لمبقية الثورات العربية هؤلاء اخوانا عربوا يشبهونا فكون نحن مصيرنا كان غير مصير الثورات العربية فهذا نجاح يحسب للتونسيين ويحسب لمن قاد البلاد أولا لمن قاد للأحزاب التي قادت البلاد وللأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني ولمجتمع المدني الذي أدار الحوار بقيادة الاتحاد هذا كله نجاحات هل يحسب لبقايا الحزب الحاكم الأوحد الذي كذلك دخل في الحياة السياسية لا يحسب لمن صبر عليه يعني لمن لم يجابهه لم يكافئه بمثل ما فعله وهو أقصانا وأقصى غيرنا دولة الاستقلال أقصت معاربيها وملأت بهم السجون ونكلت بهم ولكن نحن عندما أعطانا الشعب السلطة ما رديناش الفعل اذهبوا فأنتم الطلقة اذهبوا فأنتم الطلقة ولذلك اعترفنا بهم ولذلك سيخ رشد هم لم يعترفوا بنا نكلوا بنا نحن اعترفنا بهم شيخ رشد أنا ولذلك لا ينسبوا إليهم فضل الفضل ينسب لمن عفاء عنهم لمن أو كالهم إلى الشعب قال أدار الصفحة أدار الصفحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر